ثملت البحرين جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة برئاسة مصر في تقديم مسودة قرار يطلب بحمية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجمعية بحق أهل غزة أيد القرار 153 دولة للقرار من بين 193 فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت واعترضت إسرائيل وثمان دول أخرى عن التصويت لهذا القرار إجماع دولي واسع تبنته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بهدف معالجة الوضع إنسانياً بعد أن أخفق مجلس الأمن في تبني قرار مماثل الأسبوع الماضي مصر نيابة عن اللجنة العربية الإسلامية قدمت مسودة قرار يطالب بحماية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة محذرة من دخول المنطقة بأسرها في حرب إقليمية في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع تؤكد المجموعة العربية أن مساعي أقلية من الدول الرامية للتصدي للرأي العام الدولي المطالب بوقف إطلاق النار بضرائع ومبررات وهي متعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تتجاهل عن عمد أن هذا الحق لا ينطبق على إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها قوة الاحتلال غير الشرعية وتتجاهل أيضا أن هذا الحق لا يعفي حال تطبيقه من الالتزام بأبسط قيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي القرار أيده 153 من أعضاء الجمعية العامة من أصل 193 عضوا بينما صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل ثماني دول أخرى وامتنعت 23 دولة عن التصويت فيما اعتبرت فلسطين أن قرار الأمم المتحدة يعد قرارا تاريخيا لا سيما بعد قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش تفعيل المادة 99 للمرة الأولى منذ عقود وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة إلا أن البعض يرى أن الإجماعة الدولية على المستويين الأممي والشعبي قد يساهم في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لإلزامها بوقف استهداف المدنيين